مطوط ال FNCS لحتبتدي معنا ولحتنزلنا دروبات جديدة اللي ظهرها امونقن اللي هي عبارة عن Back Blank و Emoji و Sipray متى الموسم الماضي نزلونا نفس الاشياء ولكن باللون الازرع هالمرة باللون بنفسجي الصراحة ال Back Blank حلوة انا عجبتنا جدا من اذاك الموسم فالان شاء الله بهذا الفيديو لحلمك كيف تاخد وشو الاوقات اللي انت لحتقدر تشاهد فيها بس المباشر وشو الشروط اللي لازم تعملها حتى انت تقدر تحصل هدول اغراض بشكل مجاني وتاني خبر معنا اللي هي منطقة جديدة قادة بمعنى على منطقة ال Agency او منطقة Authority بما معناه بوسط الماب اللي هي المركز الخاص تبع Madis او تبع Jules فعلا والله بس كانت طابة الارضية وفيديو جديد بالنسبة لجيفاوي على شباب اللي انا عامله على تحديات الاسبوع انا نسيت احكي بالتحديات الاسبوعية اننا لح احكي بتحديات الاسبوعية القادمة مين هو الفائز انا عامل جيفاوي على 20 دولار لشخصين ان شاء الله بجيفاوي لح يكون بالاسبوع القادم يعني انا شرحت تحديات الاسبوع السادس وتحديات الاسبوع السابع بيعلن عن مين الفائز بالجيفاوي وبيحكي كمان جديد بيكون على الاسبوع القادم بتمنى تكون عرفتها الفكرة انا بعتزل اني انا ما حكيت امتى بيكون وقت الجيفاوي هلا خلينا نفوت بالنسبة لبطولة ال FNCS هاي البطولة يا شباب انا ما هيحكي لك عنها كيف تشارك وهيك ولكن بالنسبة للمشاركة لازم تكون نقاطك بالارينا فوق شامبيون يعني لازم تكون جايب نقاط عالية انا ما بعرف كدوش النقاط بالضبط ولكن لازم تكون جايب نقاط عالية فما اننا احنا بهذا الكلام انا الصراحة ما اتعمقت بهذا الموضوع ولا اعرفت اشنا نبك تشارك وهيك بالنسبة للارينا وهيك انا راح احكي لك كيف تاخد الدروب وتاخد الاشياء المجانية هذا هو الفيديو تبعنا اليوم بالنسبة لبطولات ال FNCS يا شباب متل العادة متل كل بطولة بتصير بالموسم الثالث او حاليا بالموسم الرابع متل العادة شركة فورتنايت بتعمل بس مباشر للبطولة عاليوتيوب وعالتويتش طبعا هلا عشون مطلوب منك لحتى انت تقدر تحصل هدول الاشياء الزهارين امامك كل عليك انك انت تفوت على تويتش وبعد ما تفوت على تويتش بتدور على اي قناة مكتوب عليها Drop Enable يعني انه اللي Drop موجود او مفقل عليها اللي Drop مثل موزار امامك تحت بالشاجة بتلاقي مكتوب هالكلمة Drop Enable Watch For Channel To Earn Loot هاي اول شغل اللي احنا عرفناها انه اللي احنا منين بدنا نتفرج بتفرج على القناة يلي موجود فيها اللوت او موجود فيها اللي Drop تبع اللوت طبعا انا بكون عامل بس مباشر على الفيسبوك لو انت حابب تجي تسألني شو هي القناة كمان شغال او انا بحط لك تعليق مسبت تحت بالقناة اللي انت بتقدر تاخد من عليها اللوت طيب هلأ شو الموضوع اذا انا اكاونت تبعي فيه اي مشكلة كان او مو مربوط لما تفوت على هذا البس انت بتلاقي يا اما مكتوب مثل هاي الصورة انه Drop Enable انه خلص اللي Drop شغال عندك ولح يجيك يا اما بتلاقي Enable 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 Drop With Account Link يعني بتلاقي انه الاكاونت لازم تعمله لحتى انت تقدر تاخد اللوت يا هيك يا هيك لو طلع لك اول واحدة هاي تبعه Drop Enable مناطق وضعك تمام مش جائزة لحتجيك اما لو كان موجود هاي الصورة زارة امامك بكون الاكاونت تبعك مو موجود او مو مربوط لحنا تمام معرفنا لحد هون شو هون بدنا ناخد اللوت وشو اني بس لحنا نقدر نتفرج عليك طيب اذا كان الاكاونت تبعي مو موجود بيكتبوا لك هاي تكبس على كلمة اكاونت لينك اللي زارة امامك عليها سهم باللون بنفسشي بيحاولك اصفحة ايبك جيم لازم تفوت على اعدادات الحساب تبعك على الارتباطات وانا كمان عامل فيديو كيف تربط حساب تويتش مع حساب ايبك جيمز وبتفوت تربطها مع بعض وتاخد الجوائز وهيك انت وضعك بالتمام واذا حسابك كان مربوط من اكتر من فترة زمنية او من البطولة الماضية يعني انت تفرجت مثلي من البطولة الماضية بنصحك انك هلا تفوت على تويتش وتفوت عفوا على ايبك جيمز مع بعض يعني وتفكر رابط طبع الايبك جيمز مع تويتش وترك تربطه مرة تعني فهذا الموضوع بتمنى تعمله لو انت كنت متفرج على البطولة الماضية مثلي وهلا بداخت ترتفرج مشان تاخد اللوت فانت فكر رابط عن تويتش ورجاع اربطه مشان تقدر تاخد اللوت هين المعلومة مهمة جدا يا شباب طبعا لازم يكون حسابك كامل والقصص سهيلة حتى انت يكون معك الدخول للاكامت وكل شيء طيب انت لحيكون وقت البطولة البطولة ان شاء الله لح تبتدي يوم 10 اكتوبر بتبلش ان شاء الله الساعة 8 بتوقيت الرياض الساعة 8 بتوقيت الرياض بيبتدي البس الخاص بالبطولة على تويتش وكل يوم سبت لحيكون فيه بس مباشر ببداية من 10 اكتوبر يعني يوم السبت بداية من 10 اكتوبر اول بس لحيكون الساعة 8 بتوقيت السعودية تمام لحد الان هي بالنسبة على البطولة كلها يطوي اذا انت تبقى تتفرج على التليفون كمان ان شغل بتفتع تنزل تبع تويتش من على جوجل بلاي ومن على اب ستور من اي متجر حسب موبايلك انت بتنزل تبع تويتش وبعد منها بتحط الاكاونت تبعك وبعد ما تكون رابطة ومضبطة وهيك وبتحطه وتفت بتفرج وبتاخد الدروب وبشكل طبيعي جدا ولو محتاج اي شي كتب لي بالتعليقات وانا بحاول تساعدك اكتر واكتر هيك بنكون حكينا عن البطولة ال FNCS وكيف تاخد الدروب تبعه انا هذا الفيديو ان شاء الله احتمت اكتر بالنسبة للبطولة انها كيف تاخد الدروب ما احتمت كيف تشارك فيها لانه الدروب بيكون اهم لبعض الناس طيب هلا شو الموضوع يا شباب اللي هي منطقة جديدة قادمة معنا على فورتنايت طبعا ببعض التسريبات من داخل ملفات اللعبة في شي موجود داخل ملفات اللعبة كود بوتات باسم شيد هدول البوتات يا شباب او الهانشمن او البوت بشكل عام يعني لحينزلوا باسم شيد اسم شيد هذا يا شباب معناته ان اسم شيد الموجود على شعار السفينة الخاصة فيها تبع اللوبي او 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 ننزل باللوبي ننزل بالسفينة اللي هي طايرة متل مزارع امامكم هي صورت. طبعا هاي السفينة المعروفة باسم التبع المارذل او تبع الابينجر ده فشكل اعام يلي زاهرين امامكم هل هنن فريق هدول يجو معنا فورتنايت طبعا كل هادكم متل مزارع امامكم كل الشخصيات طواليا ج physiلا تتابع تولوا عندكم تلاتة موضوعه اوج franchised يعني هذا الشيء لحيكون معناه اكيد وطبعا لما انت تجي تفوت على الخزينة تبع الشيل او تبع هاي السفينة بتلاقي انه في خزينة فعلا ولكن مقفولة وهي الخزينة لما تجي تقرب عليها وتفتحها او تفوت عليها بتلاقيها فاضية وبتلاقيها مقفولة ما بتقدر تفتحها ولا تعمل فيها اي شيء هذا الدليل على انه لحيكون في شيء جديد باسم منطقة جديدة لحتكون فوق الاثورتي وموجود كمان داخل ملفات اللعبة فوق الاثورتي انه لحيكون في شيء واكواد والقصصي ولكن لحد هلأ مو مع ترجعي انه لحيكون في تحديث جديد دليمة ولحيكون في مكان جديد بين اثورتي وبين سيلتي وبين ليزي وهالاماكن هاي لحيكون متل ايام السيزن لما كان يكون موجود هيك متل طائرات بالهواء او حاملات بالهواء وانت تجي توقفه بجنبه وترفعك بالهواء هذا الشيء اللي بيلعب من الشابتر الاول بيتذكر وبيعرفه لحيكون نفس الموضوع ويمكن لحيكون انك انت لح تطير من عن خلال فتحات التهوية وتطلع على الارنة ولحيكون في بوس ولحيكون في هانشمين ولحيكون في كل شيء بهاي المنطقة لحنا هيك متوقعين بالنسبة للقادم للعبة فورتنات فتكون عجبكم هاد الفيديو واستفدتوا كود دعم بالآن تمشوا بنواد سالة وحب تدعمني فيه وشكرا لكم يا شباب برعاة الله اشتركوا في القناة